السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة كده ان شاء الله طبعا الناس اللي بتتكلم عن المشكلة اللي بتاعت اللي يقول لك حدث خطأ في التحميل في التحديث وكده بيحصل معهم مهما يحدثه برضو يقول له حدث خطأ في اللي هو التحديث الاخير اللي هو تمانية نقطة خمسين ما تقلوش يا جماعة هي المشكلة اللي هو التحديث قوات الرقم بتاعه عشان برضو تتبع لفين اربعة اتنين واحد واحد تمانية تمام بعد كده شرطة ستة تمام باليعني بالشرح يعني التفاصيل يعني عشان في ناس تقول لك التفكير من انجليزية اللي يعني وكده المهمة علينا ما تقلوش التحديث ما فيوش اي مشكلة والجهاز بتاعك ما فيوش اي مشكلة فيه ناس حصلت معا المشكلة ديت وفيه وعملت الطرق اللي انا قلت لها عليها اللي هي الطرق ان احنا تواصلنا مع بعض بها من شوية في فيديو كنت انا بعدت ونزلته وفيه ناس اا ما نفعتش معا الطرق ديت واضطرنا نعمل نشيل المحرك بتاع السلك بتاع المحرك الاكراس ونفعت معا وفيه ناس برضو ما نفعتش معا انا في قصة ديت وفيه يعني اخ متابع ليه وكده اا قلت له روح خد السن وروح على المصالح جنبك وكده فراح قال له قال له ان هو فعلا ان ايه ان الشركة في مشكلة عندها في كده في التحديث فما تقلقش يعني كل ايام وتتزبط ان شاء الله فانا بحب بس اطمنكم ما تقلقوش وان شاء الله خير وهتتزبط الدنيا وترجع كويسة والتحديث هينزل لكل الناس ان شاء الله فما حدش يحاول ايه يباو زي حاجة ولا حد يعملها اللي عرف يعمل بالطريقة ديت عن طريق اليو سي بي اللي هو الفلاش التخزين ويحمل التحديث من عن طريق الجهاز كان بها الكمبيوتر كان بها وركبها في الجهاز ما فيش مشكلة ما كانتش كده عمل عن طريق محركة اكراس وعملها بس ده اللي بيبا فاهم بس في الجهاز عشان بس يمتعبوش نفسكم واحد يعمل حاجة ويباوز الدنيا تمام خلينا ادخل في اللي احنا عايزين نتكلم فيه احنا بنحل دلوقتي مشكلة البيانات التلفة اللي بتظهر عندي ايه فتح التطبيق وكده لما بتيجي تفتح وكده تمام اه هتظهر الصورة بتاعتها طبعا انا بس عشان انا بعتذر ان انا اعرفش اعمل ده يعني التحديل وكده على الفيديوهات وكده او ازبطها لان انا اساسا دلوقتي بره 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 بيتي يعني بها لفترة فانا دلوقتي مسافري يعني بره يعني فانا دلوقتي ما عنديش اجهزة ولا ايه حاجة هنا ايه اتعامل معها ودائما ما بجهود برده بالشور وكده ما علينا بالكلام ده كله اول شي عشان تحل المشكلة ديت هتدخل على الاعدادات تمام اهيات الاعدادات اهيات اهيات يا جماعة نشوفها تانا اهيات تضغط عليها X تمام هتدخل على ايه الله وما صلى على ايه س unpre ومحمد على اعدادات الدخول اهيات اعدادات الدخول بعد كده بتقول ادارة المستخدم وبعد كده بتحزف ايه المستخدم تختر المستخدم اللي انا عليه اللعبة اللي فعل المشكلة ديت تمام وتحزفه تمام طبعا هيقولك ايه سيتم حزف المستخدم التالي من جهاز باستفور لو مسلا الاسم بتا Camila انا عملو ازا حزفت المستخدم فسيتم حازف بينات التطبيق المحفوظة ولقطات الشاشة وهو مخاطع الفيديو الخاصة بهذا المستخدم الجهاز بيسفور. قل له حزف ما فيش مشكلة. تمام? انا طبعا مش هعمل حزف لانه عندش المشكلة فايه? ان شاء الله يتتحل المشكلة يعني بس مش هو الخطوات دي. بس اما حاجة اللي هيعمل الخطوات ديت يجربها لحد الاخر يعني يعمل لحد الاخر وبعد كده يعمل يبدأ يجرب ايه اللعبة. مش يعمل حاكتين ويجيجرب اللعبة. لا. كده ممكن ايه ما تتعملش ما تزبطش معاه. وبقول من دلوقتي ممكن ناس تزبط عندها وفي ناس ما تزبطش عندها. فالمشكلة مش بتبقى من عندي والله. معلش يعني. تمام? احنا عملنا حزف المستخدم كده تمام? بعد كده انت ان شاء الله هتعمل برضو هترجح تاني تضيف المستخدم تاني. تمام? تاني حاجة. هتروح فين? هتطلع. تاني حاجة هتحاول تنقص المساحة. تمام? يا الله يعني متخبل مساكان التليفون برضو مخبلني. تمام? هتروح على المساحة التخزين. هتنزل في الاعدادات. احنا لسه في الاعدادات هوا. هتنزل على مساحة التخزين ايه? تمام? بتضغط اكس. هيزهر لك. استنى بقى لحد ما يزهر. ايوة كده تمام? كده ازهر لك المساحة. بتفضل برضو ايه? استنى تضغط على اكس تاني. يفتح لك المساحة ايه? كاملة والتفاصيل بتاعتها. بتحاول طبعا انت بتشوف نفسك. يعني بتشوف انت لو انت لقيت نفسك لحد هنا مسلا تحاول تنقص المساحة. يعني تجي جاي على معرض اللقاطات مسلا في حاجات انت مسلا مسجلة. انا مسلا عندي اربعتاشر جيجا. اه حاجات مسجلة فيديو مسجلة مش عارف ايه. فلا ممكن احزف منه اقلم من مساحة. تمام? فانت لو عندك المساحة مصبوطة تمام. لو مش عندك مصبوطة هتا ايه? تحاول تمسح اي حاجة انت مش عايزة او مش محتاجها قوي يعني. تمام? عشان اللعبة اللي انت عايزة تشتغل. تمام? خلاص كده طلعنا من دي. برضو عشان نوضح اكتر برضو. احنا نضغط ايه على معرض اللقاطات ايه? تمام? معرض اللقاطات. بتختار اي حاجة من ديت وتحاول انت تحزف اللي انت عايزه. تمام? اه بتضغط 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 حزف بتاعها. اللي مش عارف في يحزف يقولي ولا ايه هشرح عليه. تمام? بعد كده بنرجع تاني لمساحة التخزين. تمام? بنرجع دائرة بعد ما مساحنا اللي هي الحاجات اللي احنا مش عايزين او كده. وبعد كده بندخل. هتختار ايه? البيانات اللي ايه? المحفوظة. تمام? بتا دلوقتي انا عندي المشكلة مسلا في لعبة الفيفا واحد عشرين. لعبة لعبة تمام? اي لعبة من الالعاب اللي عندي. تمام? في ناس اللي هو صديقنا للعزيز يعني. اللي هو امتابعنا دلوقتي ان شاء الله الفيديو ده نازل مخصوصة شانو. اه عند المشكلة فين? في فورت نايت. هفتح فورت نايت مسلا ان اخترت ان فورت نايت اه فورت نايت قصدي اه اللي هي فيفا واحد واشرين مسلا ان افترتها جده. ما بتحزفش من بره. ما بتحزفش من بره. تمام? يعني انا دلوقتي فتح من بره هو. تمام? انا دلوقتي عايز احزف. مش هضغط على زرار كده. تمام? وقول له ايه تحديد او اي حاجة من الحاجات دي. لا انا مش عايز اعمل من هنا. ان هم فتح اللي اتيها على اللعبة عادي. اضغط على زرار الاكس. تمام? وبعد كده بختار بتلاقي الصورة اساسا واضحة قدام منك تلفة كده اللي هو ايه? فيها اكس مسلا فيها خط فيها اي حاجة ايه? شكلها معاكس اللي انت بتعمله خالص. بتجي مختارها تمام? تضغط على زرار الاوبشن زي المكتوب تحت كده قائمة الخيارات. تمام? وبتحددها. تعمل ايه? حزف. تضغط على حزف. تحدد الصورة. هتحددتها شوفها هنا واحدة فيهم. وتعمل ايه مسلا ايه? تحددتها. بعد كده ايجي ايه? نازل ايه? على كلمة حزف اللي ايه هناك اللي ايه اللي ايه دي. تمام? خلاص كده بحزفها. ما تقلقش محدش يقلق ويقول لانت بتحزف كده البيانات وبحزف للحاجات. لا الالعاب الاولاين عموما بتبقى يعني محفوظة هناك على الصرفر بتاعهم. على الصرفر الشركة بتاعة اللعبة والكلام ده. فانت ما تقلقش يعني انت مسلا ما معرفتش تلعب مسلا عالجاز بتاعك وروحت عند واحد صديقك وكده. فتحتasti اللعبة وفتحت وحملته وكده ودخلت بالة ايدي بتاعك. لأ الل艱 بترجع معك بكل حاجاتها المتقلش يعني ان شاء الله. تمام? هندخل بعد كده ايه? على المرحلة اللي بعدها. تمام? بعد كده يا غالي هنتروح على ايه? على المرحلة اللي هي القاعدة اللي هي قاعدة آآ انشاء قاعدة بيانات بيناء قاعدة بيانات اللي بتروحها ازاي? بتجي جاية عند البيائه وتضغط ايه الاستمرار علي ايه علي الجهاز تمام وبعد كده باستمرار تاني بتسمع اول تكة الاكهلاء الثانية اللي هي الصوت اللي هو التاني بعد كده تراي should ايه ترالك بتظهر لك ا томاتلي على الشاشة ايه اللي هو السبع مراحل بتعمل ايه بتختار تكاطة بنيه قواعدة او عادة بناء قواعدة بياناء بتختارها وتضغط عليها وتخليه يعمل اعادة بناء قواعدة بيانات من الاول وجديد تمام? تمام كده? ندخل بقية على اللي بعدها. تمام يا جماعة معايا كده? هنطلع بس من اللعبة دي. عليش انا والله متخبل بسبب التليفون ومسبب اللعبة مسك اليد ومعليش يعني يستمحون. تمام? هنرجع هنعمل اي بقى? خلاص احنا عملنا اخر حاجة اللي هي بناء قواعدة بيانات. اعادة بناء قواعدة بيانات اللي انت بتعملها عن طريق الزر تمام? هنرجع خلص كده كأننا داخلين من الاول الجديد. الجهاز فتح معنايا من الاول الجديدة وتمام? فتح بنختار ايه? الاعدادات تاني. بنرجع على الاعدادات تاني. ونضيف الحساب بتاعنا. تمام? نضيف الحساب بتاعنا. نرجع نعمل الحساب بتاعنا وكده نضيفه. تمام? وبعد كده بننزل ايه? عند استعادة الترخيص. اللي هو بتدخل من الاعدادات. وبعد كده ادارة الحساب. وبعد كده بتعمل ايه? تضغط على ايه? استعادة الترخيص. بعد كده اقول له ايه استعادة الترخيص بيقولك ازا اصبحت غير قادر على استعادة المحتوى الذي كنت في تنزيله من بلاي ستيشن ستور. خد يكون هناك مشكلة في ترخيص المحتوى. حاول استعادة الترخيص ازا كنت بتحديد الاستعادة سيتم اغلاق كل التطبيقات الموجودة كده لاستخدام. اعمل استعادة. وان شاء الله بتتم ايه كل حاجة بعد ما الاستعادة تتم وكل حاجة تمام. بتدخل على اللابة تحتك. بالمستخدم ان انت كنت عامله. تمام? وتدخل وان شاء الله بتشتغل معاك وبتبقى كويسة. ما فيش ايه حاجة ما بيجدكش ايه تلف البيانات ولا اي حاجة تاني. ان شاء الله. واعملوا الخطوات ديت. وانا منتظركم في التعليقات. واتمنى الفيديو يكون خفيف كده عليكم. معلش يعني سامحوني. انا قلت لكم كزا مرة سامحوني. معلش بحت ديت. لان الواحد مش عارف يعني ما فيش معدات معي معي هنا يعني وكده. معلش انا اسم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اضغطوا لايك بقى وزبطوا الدين يا بقى. انا مش عايز اقول لكم اكتر من كده. لايك واشتراكوا الدين يا كده. مع السلامة.